جاءنا من جديد في فاي بلاي نحكيوه على المنتخب الوطني التونسي البارح كان الفوض ضد منتخب مالي واحد بلايش هدف فنيس بن سليمان بش نحكيوه على مقابل مالي رايزا نحكيوه على ثلاثة مقابلات المنتخب الوطني التونسي مع اللاعب الدول السابق أنيس العيالي موجود معنا بتايفون أنيس أهلا بيك أهلا بيك سلام مرحبا بيك ومرحبا بيك ومرحبا بالسيد المستمعين مشاهدين ومستمعين الزوز أكيد الزوز سأفرا شنيل وموت والله في خير ونعم الحمد لله تتبعنا المنتخب في ثلاثة مبرايات بما اطمع حاجاتك في ثلاثة من بعض ثاني أو نحكيه ولكن انتصار في دقيقة الأخيرة نعم اههه اهه اه اه إنتصار في دقيقة الأخيرة تحب نحكيوه على مقابلها مالي قبل ونحكيوه على ثلاثة ثاني نحطوه لمة شمالي في الكهاتر المتاع بما انا أصور المنات أقرب شوئي بالنسبة للفنية اللاجمون يخلوه في Starsyn كيف شفت المقابلة خاصة في بداية المقابلة شفنا كيف كيف نحس المدرب قاعد مزالي جارب في الملاعبية مزالي جارب في الخطات التكتيكية ثلاثة ملاعبين في محور الدفاع خطة جديدة أو مرة مع المنظر الكبير يلعب بها شنو علي كنيس؟ قبل ما نحكي فنين حابيت أن نحكي على منظر الكبير يتأثر برشة حسينية اللي ممسوس برشة وخرج من المثوبة المدرب الوطني حسينية حتى في ديكلاراسيون بعد تعرف المباراة ككل المباراة المنتخب مالي بالنسبة ليهو كانت سايبة حتى في تحضير مطاحة خطر مسبقة مباراة مالي كان أداء موش مقنع في مباراة الجزائر والنقد الكبير اللي يتعرض له في منظر الكبير خليها ممكن تحت ضغط كبير بعد نشوفه ثلاثة أربعة ثلاثة موكن موش من عوايد نشوف المنتخب يلعب ثلاثة في المحور غير من بعض منظر الكبير لكن اللي نعيبه على منظر الكبير واحترامي لي لغم أنه قناعاتي ديما أنا مع التونسي مجاح التونسي يهمني برشة ماذا بي ديما يكون ستاف تكنيك تونسي لكن للأمانة ثم نقطة في منظر إذا كان موجود غدو على رأس المنتخب منعصوش نيقارات البسير ماذا بينا يقع المباراة من أولا هذي نقطة من نقاط تعصي المنظر اللي يخسر معنطا بها خمسة واربعين دقيقة كسوا في الجزائر كسوا في برشة مباريات قراءته للتشكيلة وقراءته للمنافسين اللي برحل عبنا بتليفها المنتخب لا كانش في أفضل حالاته موجع ناس رغم أنه ضغطنا نقدم عملنا بريسينك أو على المنتخب المالي لكن بعد ذلك للمنظر الفرص المنتخب في المنظر المنظر ما تقصد أنيس نقطة قراءة المنافسين قبل ما جاءوا مني نذكر العباد اللي تحتد داخل معنا المجل المفتوح أنت لقا من آخر نص ساعة في حصتنا اليوم تجمو تكلمونا على الواحدة وسبعين سبعمائة وخمسة وعشرين الف وواحدة وسبعين سبعمائة وخمسة وعشرين الف تعطينا راهيكم في أداء المنتخب خلال تلف مقابلات اللي والدية ما تقصد أنيس قلت لك بقراءة والمنافسين هم المنافسة قبل انا برشة بالدكلاراسيون잖아요 باقبل ما قدنش لكن وجعنا بذكاها حابيت نقول أنه قراءتك في بداية المباراة لأي منافسة يكون عندك يعني لماذا ل差 مع المتخب التونسي ما يابتش بالتشكيل الميسى ليه عليش يخصي خمسة وربعين لتقيقة الخطر واجه المتخب التونسي ضد المتخب الكونجولي كان مغاير للشوت الأول يشوت الثاني كان أفضل مبارات مالي كان الشوت الثاني أفضل ومباراة الزائر كان الشوت ثاني أف لماذا ليس المنظرك يععمل قراءة المنافسين ويععمل قراءة التشكيلة متع المنتخب يقرأ صح يقرأ يعبد التشكيل المثالي ولماذا ليه ما ينجحش من الأول قاعد يضع يعفل 45 دقيقة يعني في الماتش هوت كل بريسك في الماتش الكل ديما توظيف اللعبين قراءته الرسم التكتيكي اللي بشي عبت به الحاكم 40 دقيقة ديما المنتخب التونسي يكون آوت يكون آكوته لكن من بعد بالتغييرات يحاولي عرش رينال بارح 3 اللي في المحور عبء كبير لزيك سانتريك السوكي شريدة ولا معلول باو كي شريدة اللي يعمل مباراة محتربة بالنسبة لها أنا ملقاش روحوا بتروسينك دو ولا بت 3-4-3 اللي سميوها المنتخب ما كانش في أفضل حالتي لكن إن شاء الله الثاني وقت اللي رجعنا نلعب وبأجبع مدافرين بقينا الحلول خاصة تنكي تبدع عندك ملاعب كيمة سليتي ملاعبي 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 كبير ثانيين لسول البرح سليتي أكدلي اللي عنده شخصية عنده كاريزمة سليتي في 3 مباراة بالنسبة لنا علامة حسن جدا حتى على الكمبارتمنتها وحتى على العقلية في كل مباراة خداها بجدية تعامل معها بكل جدية الانضي موجود عند سليتي والبروفوني عمل البرح بالله أنيس لهناي حكيت على سليتي أنت ملاعبي وتعرف جو الفستير ركيدك ثمانيين وانت ملاعبي بالمرجود الذي تقدم فيه ملاعبي تقريبا كل شيء أخلاق انضباط كورة كل شيء يقول لك أنا كي تشوف صحابك الملاعبية معلها تخرج مستاج وتمشي تصيف شنو أحساسك انت كملاعبي وانت محصور جمعتين في مستاج معلها في الصيف وفي الصخان صحيح هو راوي شوف يجب وقالك حاجة هو لنظيم ملاعبي خطر سليتي ليس مسؤول على إكس ولا إكس ليس مسؤول على إيجريك على خطر كل حدو حور ريتو شخصية في مستقبله لكن اني يعجبني فيه ملاعبي للأمانة مع انت سليم ملاعبي عقلية أخرى وريتو كنشوفو انت في الريكوبراسيون ديفونسيف لنظيمة عند سليتي بش يرجع ويفك الكورة حاجة رهيبة جدا أنا ريتوا بي الخزري السبريم تاعه في مباراة الجزائر كيفاش يرجع كيفاش يتنقل في الميدان كيفاش تصرفته حتى ما عجبني شبرشة رغم انه قيمة فاتة لكن سليتي في تيدة المباراة تمتعوه في تيدة البركور من اللي جنال منتخب ملاعبي إكزامبلار ملاعبي على جميع المستويات كسوا أخلاق خلق فنيين ملاعبي قاعد يعطي فينا في إضافة هذين نتمنىهم منك بالكل لكن حب الحق يعني كي جي تشوف انت اليوم ملاعبي يتنا كي جيوا لستاجة ذاية حاسيتهم جيوا قبقي فانت فيزان ماذا بهم يمشيوا لعائلاتهم ماذا بهم يصيفوا ماذا بهم آخر حاجة تقول لهم مباراة مباراة منتخب وشوف انت اليوم في اليورو كيفش يصيروا مع النجوم كيفش يتعاملوا مع المنتخبات كيفش تعاملوا مباراة كريستيانو يلعب في مباراة تقول عمره عشرة سنين تقول ما عندوش دينار في جيبه تقول عمره مماركة يعني نشوف انت اليوم في كريستيانو وعليش ماشي اللي بعيد يا نيس شوفوا تزير كيفش لعبت ضدنا نشوف محرز كيفية سما كورة رجع على اسلام أنا كنت في المباراة وشاهدته حتى تكتيكين ملعبي أسمع ملعبي كبيرة برش كان شوفوا تكتيكين كيفش يرجعوا وفقوا الكورة يعني ملعبي كمن هو يشوف روحه ستار نجم كبير في منتخب بالنسبة لي هو ففوري على أصحاب ويقول لك عليش نرجع يرجعوا وفق الكورة ويقف قدام الكورة ويقولوا لني في البلوك ديفونسيف ويقولوا لني فيفتكيك الكورة معتها إكزامبل هذين منعبية وكي انت كتشوف محرز يتصرف كيف أكيد إنهم العشرة اللي معادش يتصرفوا كما محرز خاطر محرز هو يلعتيك الشرارة كو سواء يكون نايف ولا يكون يعني بلتو عنده أندي محرز ستان إكزامبل في المتخبل الجزيري أحنا اليوم نستحقهم منعبية كسليتي نستحقهم منعبية كمنعيم إليه إكزامبلير البرح بالنسبة لينا أكد أخلاقه عمري مريتو عمال ديكلاراسيون خارج من تاكل خدمة يعني بيتو قال كلام غير إنه يحكي على مباراة كورت قدم بالحق منعبية ذي نتحفظ عليهم منعب إن شاء الله يكونوا شائعين كبير إنه نمشو معها بعيد خاصة في الكاليفيكوسين ديكوب ديمان كي جيتشوف انتي صحابه اليوم يابا دون ذي استاج هذي ممكن ينجم يكون درس السيلموندر إدارة الجامعة الهيكل الكل بيش يعرفوا المرة جاية كيفاش يتعاملوا خطر باي برشا حاجات ممكن ميش فنية للأمانة يعني ليهم برشا مراجعة خطر منتخبنا هذي نسكوا نافقوا فيه منتخبنا هذي فرحنا وإنا مرأو إسلام بشيكون واضح إنه من الملعبية هذو ما نسك فيهم برشا خطر ممن إني بشمشوا معهم بعيد خاصة في بعض ديميشي نعلم طعر كوبدافريك عملنا كيباين بعد بشي تبتيب دينا نخرجوا على النتاق متاع كيما قلوحنا الانيماسيون فوصيف ما عادش وجومي المنتخب ما عادش الانيماسيون فوصيف خطر اخسرنا دي كادر كيما يوسف مش أفضل حالاته نعيم ممكن واحده قاعد يجيري اليوم نقض ضعفهم طيعنا هي رأس حربة منزلنا قاعدين اللوجو يعني برشا نقاتل أمانة بعد سجذية يزينا نتعلم مباراة مالي بالنسبة لانا انتصار مش بشي خبي الأخطاء مش بشي خبي برشا حاجات انتصار أكيد معنوي لكن برشا حاجات للأسلاح فنيا كيف كيف اني صار في تيلة التربص ماذا بينا ماذا بينا انت فداوة خطر متخبنا لها قادر ولي كباب نمشي بعيد لكن انا واحد من الناس كان تسمع نقضي دي ما فني خطر انا ما عندي حتى اشكال معسي المنظر بالعكس انا ندعم الاتار الفني التونسي ماذا بي المدرب التونسي يكون ناجح على خطر اذا نجح هو نجح التونس معاه لكن ماذا بينا زي دا كتب يسمى اخطاء وسمى دي بوا نحكيه فيهم زي دا من جانب النقد البناء ليس من تجريحه واحد سي المنظر في السجد برشا يقع تيزم ويرجع فيهم روحوا اذا بشي وصل على ادارة المنتخب وشؤون المنتخب مذاكر السيدة المستمعين ترجموا تكلمونا على 71725000 و717725000 تكونوا معانا ان شاء الله انت لقى المطلة فحاطر المطلة في نص ساعة من حصتنا اليوم احباء المنتخب ترجموا تعطيوا رأيكم في المنتخب مستقبل المنتخب خاصة الكلامات اللي تقال على امكانية خروج للمنظر الكبير شنو رأيكم في هذا الكولانيس ثلاثة مقابلات شنو اللي ربحنا فيهم وشنو اللي خسرنا مربحناش باشا حاجات الحق مربحنا العيدوني مليعبي بالنسبة لي نقطة من النقاط اللي ان شاء الله يكونوا شأن في المستقبل المنتخب مليعبي ديسبليني مليعبي بقرير مليعبي ما يحسبش مليعبي إلي توجور لا هذه المليعبي ممكن عمل ساتيسفكسيون بالنسبة لي مباريات ممكن النقاط اللي من تحفظت بهم منه وجمي المنتخب اني با كابابل المنتخب اني با كابل عاجز يعني في تغيير الشيما من ناحية تتعدى علي مين تعدى علي ساري تعدى في اللاكس مثلا ماش خطة معينة وجمية في الترانزيسيون انت تعرف اللي مني خاط قوة المنتخب بإسلام البلوك باهم متاعه ودفاعي يقف مليح المنتخب قد اش باش تقف انتك يضغط عليك المنافس الزغطي والأخطاء والأخطاء والأهداف يعني احنا ندفعه باش نقبله عليش عنا اللي موياه يزنو نعرفو نلعبو علي الموياه بتاعنا اللي هي الترانزيسيون التنقل من ناحية دفاعي للناحية الهجومية هذه نقصة منتخب التوسي ووجومية وني باكاب العزين ان نوصلو للكاج انت على الادفرسير في درج في درجين يعني ممكن الفرص كانت تقليلة الأهداف كانت تقليلة ما انت والأهداف بالنسبة لينا يعني اكس بلواء انديفيدويل انتي ترانزيتي ماتش الكونغو وفانت وكاليتي دوفراب انبعد شوف تطيقة تسعين بن سليمان اللي كاليتي دوفراب زيدة كيف كيف ما نوعناش من الهجوم علي مين علي سار ما ليناش الأرقى تخدم توظيف اللاعبين كان زيدة سيئ بالحق للأمانة خليني يكون واضح توظيف اللاعبين غاو لعبي الأرقى في العالم الكل يزنو منكونوا قيمة محرس لملاعبي الرابيد الملاعبي اللي يمشي اين كونتر اين ويربح لديويل المتاعو ويعمل اختر الملاعبي للاتاقون اللي يلعبون وموجود ديما في كيمة بغداد بونجاح موجود ديما في الكورات الثانية وفي الالتقات هذا يوقف في المنتخب إذا نحبو نمشي وبعيد لو دفاعين ما ننجموش ما ننجموش ما ننجموش نمشي وبعيد كل سوا في كاس عالم حتى كانت رشحنا في كاس فريقي عندك وجوم كما تعرف الدفاع تعرف تاجم ممكن نقطة نقطة الضعف الحق في استجادة وفتثة مباريات هي لأنني ما نسياء وفانسي في المعجبين في برشة سلاحة الملاعبية جدد نيس خاصة نحكي على الأحنا بعض المجبري كيف كيف عمار نشوفناه شوية البرح ما حابين نشوفه ماتش كامل ولا نشوفه فيديس بوزيتيف متاع يلعب زوز في اللاكس حاطة في الكوب ديومان الداخرانية ما كناش برفرمان بالثوب هذي وبالرسم التكتيك هذي تعطلتها في المحور بالنسبة لي أنا نقول الرقيق ملاعبي ملاعبي بالنسبة لي أنا كنفيرمين يعني ملاعبي كنفيرمين ملاعبي عنده تولي كاليتي بان شوية وقال تعرف المنتخب ما هوش نادي يزنو يدخل في الجو مبعد تعطين فرصة تشوفه في الاربع مدافعين كيفاش يتعامل مريناش في البوست نتيعو العب التثم مدافعين سي المنظر البارح ممكن شي مخلناش تشوفه رقيق لكن ثم ساتيسفاكسيون إذن نقولوه هو الطالبي الطالبي اليوم في المنتخب في التثم مباريات بالنسبة لي أنا من استحسيني كفني يعني عجبني برشة طالبي رغم أنه ما عندهش برشة مباريات لكن تحسوا ملاعبي ملاعبي يربح لديويل متاعه استعبال يعني ممكن برور الوقت ينجم يكون المستقبل التي تعطونا سيرتو في قلب الدفاع ملاعبي منظبط أخلاق وخلق وفنية غدا موقع بل ما تحكي ما تحكي على المجبر وحتى علي يوسف كيف كيف وعسام الجبال أيضا العقد المتخب نحب نسألك كيف تهبط ملاعب ما تشوفنا البرح مقابلت مالي مثلا حتى بشي يعطي باسل صاحب ويفضل يمشي وحده هو عالمستوى الدفاعي حارس المرمى واللرب علي قدام ويزمو مديم يكونوا موجودين مع بعضهم كسوا مباراة ودية مباراة رسمية يلعبوا أكثر مع بعضهم اللي حاسيته موقف النعبية اليوم كل من نعب يحب يولي البرفرمانس بضعب حنا باع يعني يحب يوري كل ينا جيت هير إذاف عن تاعي مثلا ما شكل جيو كولوكتيف يعني جيو كولوكتيف مهم برشا كورت قدم إذا أنا عندي ما عنديش المويام تاع هاستار كما محرس يجيب لي مباراة من موراوغة من كالية الدفرات نعمل على المجموعة نعمل على البلوكتيف نعمل على روح المجموعة كي مقلوح نسبريدو جروب هذا يفقدني خاصة أنه برشو جوه جديدة سي المنظر حاب يشركها الجبالي خدا وقت يحب يشوت بشي يخو فرصة بشي مركب بشي يكون موجود ممكن للتربوسات القادمة سيف الدين الزيزيري يحق للأمانة مليع بزيزة كيف كيف سجلنا وكذا مزل شوية وقت إذا ما نعطيه أكثر وقت خطر المنتخب موسيل يعني تحس إلي النعبية مثلا مشكل جو كوليكتيف أنا حبيت في المنظر الكبير في استاج هذي في التربوس على تفا مباريات كيما حافظت على معانس حسين في حراسة الملمة تمنيت تفا مباريات ذو ما نكتشف فيهم أقل شي 80% من نيتك معتا وكيفش تفكر أنت في التشكيلة الأساسية حبينا نشوفوك مش بش أنت تجرب وزيدها حاجة أخرى ما تجمش تجرب منعبيتك ولا تعطي فرص الملعبية زد منتخب جزيري اللي يجيك بكيما نجوم منطيع وجيبش أنت تصر عليك انساء التابعة الودي تخلى الرسمي بالدكلاراسيون جيوا بيان موتيفين منعبية بيان قصانطرية جيوا تحبوا يربحوا ما نجمش نعمل تغييرات كونتورا ثم مباريات نجم تغير تعمل تورنوفر مباريات ممكن من حجم ما هو مش من حجم الكبير معتا منتخبات بالنسبة لينا لميتيت نجم تشرك وتعطي فرصة لبعض الملعبية لكن اللي يقلق جي في تزير وتعمل تورنوفر تناكله بيلاعصاء فميندلش وكون النجمو نخسره أكثر من ثنين ممكن نعيب عليها على سلماندر لكن نقول أنه لليوم أحنا كتوانسة مع نشة شكيلة مثالية خروج يوسف خروج فرجاني عدم استقرار وحبي الخزري في البوست أذيك والأداء التيعو دراجر ممكن كشريدة شكون الأفضل معلول ممكن كوفيرمي على سار في الوسطة اليوم زده ثمة مشكلة كبيرة اليوم تنتظر منظر الكبير مشكلة كبيرة برش العيدوني والسخيري أنت كيفش بتلعب تكون بزوز وسط ميدان دفاعي ومنتخب الطوتي للأمان القاء 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 راح تصل لتثى وسط ميدان دفاعي عن سنتينيل ودور اليوم لكن المشكلة السخيري والأداء العيدوني لا يجب أن يكونوا بعضهم يسكنوا وسط ميدان دفاعي مستحيل مستحيل لأسفل أنت خسر واحد فيهم ومن بعد يتشوف كيفش العب أنيس أنيس لم أعرف أنت تبع أنت سخيري في المانيا لا يلعب سنتينيل يلعب يمشي القياد القدام يلعب أكثر ريليا أكثر من سنتينيل حتى يجب ملكة بونتويت من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل العيدوني أفضل الحاط للأمان رغم أن سخيري اليوم يستخدم بجمع التواسم يمكن أن يقول جيس بي يعني كثير المواسم العداء السخيري في المركز بالنسبة لنا الأفضل ويأكدوا أن السخيري أفضل لكن الزيد العيدوني في المركز في مباراة الزائر ومباراة البرح والله وره برشا حاجات حاجات تبعين يربح في اليدويا يدعي بالروح يعطي لإصحابه لماذا يصير تغيير إذا تكون وعندك السخيري موقر تتري تبلانجا أكثر يمشي أكثر كما كان جوار جوار كان مباراة سبانيا حاسم في مباراة السنغال كان حاسم يعني من الملاعب السخيري لما لم يصير تغيير المراكز ويرجع لإيدوني سنتينيين خطر لإيدوني سنتينيين قدام الدفونس أكثر أكثر الديويل الديوزين بال كل عنده يعني يجب نعرف عن الملاعب لكن توظيفه مو الأصعب يعني نفس الكالي صار لسع توظفها يعني في كل مركز في سنين تاثر لكن عن المدرب عنده الحنكة عنده الشخصية عنده الرؤية المناسبة لكي يناجم يوظف المنعبين تاهم هذا هو بالنسبة للمنتخب يعني ذكر سيلا مستمعين تجمو تكلمونا على 71725000 تعطيون عليكم في أداء المنتخب مع المنظر الكبير 717725000 ناخذ مكالماتكم بعد شوية ممكن خسرنا فيهم برشة حاجات لكن لعبنا لم يتعش من مقابلة مع منظر الكبير نهزم مرة واحدة باللوم محترم ما كتاستروفية انتهى مع لكن رغم لي خسر برشة نقاط في مقابلة 3 هل أنيس مع أنك نعطيه فرصة أخرى للمنظر الكبير مع نحك مع مراجعات في القاعد في وإلا لا سعيد اليوم لم يتعش حالة المنظر الكبير لا بالنسبة للمرحلة ورأوا نقطة مهمة رأوا الوقت صعيب برشة أنك تجيب مدرب يرسم الشيما تكتيك في وقت حساس نحن نحن نلعب البطولة العربية ونلعب كوب دفخيك يعني أنك تجيب مدرب نرمال موصفة يعني بعد مثلا اليوم ممكن نطلق بالتراضي ما بينسي المنظر الواحد يعني خطر سيبال وطن جملة لتجيب مدرب عنده شيما يفهم أجوء المنتخب يحكم مع الملعبية زي موشوية وقت مش تتسويت رو بشي جي مدرب أجنبي تتسويت الملعبية بشي نغمو مع الرسم التكتيك انتاعه بشي فهم هو الملعبية المنتخب بعد تشوف انت حساس بشي يعني لا أتمنى نكون في مكتب الجامع يعني يعني سحط يلوحك بسطرة ما هو الدكتور تاخذ أول حاجة نقض المنظر الكبير أبربو لدكلاراتي أنا كمكتب جامع سي منظر الكبير أقبل مبورة مالي في المؤتمر الصحفي قال ممكن بشي حاجات ونقاطة ونحكي فهم أحكي كريس المنظر حكي بالتهديد حكي لي أنا عندي مقول تحب ولا تكرر أو أنت مدرب منتخب تونس يعني عادي بشي تجي عليك نقط بشي عليك دي كريتي مع أمور فنية يعني نقط فني عادي يزم نقضل لكن ما تكون ردة تفعل خطر أنت يعني تعرفهم وإن تعرفهم فهم الحمال ونحجر نعرف أنت موجوع لكن نجم يكون وجاعة دخلانية تتحكي مع إذا ترميدير القراب لكن نجم يكون موضوع مطروح مع واحد سنين من القراب متاعك لكن يعني 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 يكون على للناس ونجم يسمى الناس قاعد تحرك لي في لا تحط لي في العصاف العجلة ولا قاعد اتعرك لي في المسيرة يعني ما عايش عندي وقت ما جواب نيش يقعد ولا يمشي بالنسبة لنا يعني بعد النقدة زي ياسر تمس ياسر تمس بالجدال وتصور أنه أنه حسيت لي موجوع برشا إذا إذا بيد هو أنا بالنسبة لنا سخصيا حتيتني في موقف محر شوي بحو مع أنه يقعد يعني بالنسبة لنا نشوف أنه المكتب زي معيز يخمم أكثر بشي غير سلمون الكبير في الوقت الحالي على خاطر هو بيد وممسوس وأكيد بيصير جلسة إذا سلمون بيش عنده عظيم وبش يكمل وبش يصلح النقاط اللي عليهم لكن ممكن نسبة 60-70% بالنسبة لنا سلمون خاطر وممكن يجب أن يذهب ولكن نتصور أنه قرار في مكتب الجامعي هل يبقى منذر الكبير أو تخلي عليها ممكن نشوف من الإطار لا 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 نسبة 70% منذر الكبير اليوم على حسب مريض الزغط ونقد وحسب المباريات الخرنين على السجاجة هذه نتصور ومعنى يقدم يعني مثال ما لا يسلم لا يسلم لأنه لا يسلم بقاء أو خروج لا 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 يسلم لكن قرار إبقاء سمحني قرار صعيب أنا محلل أخذت وقت يمشي لديك صحة شكرا على كل التفاصيل تجمونا سبعمية وخمسة وعشرين الف تعطيونا أراءكم في المنتخباتين التونسي وهذا سمعي في الأخبار وبعد رجعي